شاومي نزلت هاتف من أقوى الهواتف اللي نزلت في الفئة المتوسطة على الإطلاق هاتف ممتاز وجبار ومفيش منافس ليه فاعمل لايك واشتراك عايزين نوصل 200 ألف مشترك في نهاية السنة وأكيد انت اللي هتساعدنا بكده وقفل فيديو سواني واعمل لايك واشتراك ويا أهلا بكم مشاهدين ومتابعين قناة موبسي احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف شاومي ريدمي نوت 14 برو 5G هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف المميزات العيوب السعر وكمان المقارنة اللي هتكون في نهاية الفيديو ولكن زي ما قلت اللايك والاشتراك يلا بنا نبتدي في موبسي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع أفضل منافس ليه كل ده في الفيديو واحد نشوف أول حاجة تصميم الهاتف وتصميم الهاتف هنا الصراحة شاومي أبداعت فيه تصميم شكله رايق التصميم شكله جديد والظهر شكله رايق آه شكل الكاميرات تحسيها كبير شوية ولكن يعني التصميم كمجمل أنا شايفه ان شاومي أبداعت في التصميم ده الصراحة وطبعا هي وجهات نظر خمات الهاتف بتيجي من البلاستيك وفي نسخة بتيجي من ملمس جلد على طول نخش على الشاشة اللي هنا جاب حجم 6.67% بوصة جودتها 1.5K ما بين الـ 1.5K والـ Full HD Plus وبدقة 2712 في 1220 بيكسل مع معدل كسافة بيكسلات 446 بيكسل لكل إنش والشاشة نوعها أموليد ومعدل التحديث 120 هرتز والسطوع بتاعها 3000 شمعة وبتدعم الـ HDR10 Plus والـ Dolby Vision وعليها طبيعة حماية Gorilla Glass Victus 2 الشاشة على فقت الهاتف ممتازة يعني شاشة أموليد جودة 1.5K بسطوع ممتاز 3000 شمعة مع مميزات تانية كتير زيت Dolby Vision والـ HDR10 Plus فالشاشة هنا هتقدم لك تجربة ممتازة وتستمتع بيها وريئة على السعر ده نتكلم عن أداة الهاتف أو المعالج المعالج هنا هو MediaTek Dimensity 7300 Ultra اللي بيجي بدلك تصنيع 4 نانو والمعالج ده أداؤه أقوى من معالج Snapdragon 7S Gen 2 بفرق مش كبير قوي زي ما انتوا شايفين الصور اللي قدامكم المعالج هنا الصراحة قوي بشكل ممتاز يعني بص هيبقى صاروخ معاك ومناسب جدا على فقت الهاتف الصراحة هيقدم لك هداء كويس سواء فيه استخدام يومي تصفح ألعاب برامج كمان هو موفر للطاقة فهو بشكل عام المعالج هنا مناسب وقوي على الفقه ده الجهاز بيجي بأربع نسخ الأولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام والتانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام والتالتة 256 جيجا مع 12 جيجا رام والربعة 512 جيجا مع 12 جيجا رام والجهاز ما بدعمش تركيب كارت ميمور خارجي الجهاز بيجيب ثلاث كاميرات خلفية الأولى 50 ميجا بيكسل ودي الكاميرا الأساسية وفيها تثبيت بصري والكاميرا الثانية 8 ميجا بيكسل ودي كاميرا ألترا وايد للتصوير بزاوية واسعة والتالتة 2 ميجا بيكسل ودي ماكرو علشان صار بيها التفاصيل من قريب جدا الكاميرا خلفية تقدر صور بيها فيديوهات فوركي 30 فريم فيه السانية ويتصور فول اتش دي من 30 ل 120 فريم فيه السانية وفيها تثبيت بصري وإلكتروني كاميرا الهاتف الأمامية بيجي 20 ميجا بيكسل وبتصور فيديوهات فول اتش دي بمعدل 30 أو 60 فريم فيه السانية بطارية الهاتف هنا جاب حجم 5000 ميلا أمبير بالصراحة بطارية حجمها كويس وهتاخد منها أداء كويس خصوصا يعني مع المعالج الموفر للطاقة بالإضافة لدعمها الشحن السريع بكوة 45 واط ودي سرعة كويسة في السعر ده الهاتف هيجي باندرويد 14 وبيدعمين افسي والصراحة مش عارف هو بيدعم منفذ السماعات ولا لا مش متأكد منفذ الشحن بيجي من نوع طيب سي سماعات الجهاز بتدعم الاستيريو والهاتف بلعب خدمات الجيل الخامس والجهاز بلعب مقاومة الماء والغبار بشهادة IP 69K والوان الجهاز هم الأسود والأبيض والأرجواني اللي هو تقريبا البنافسيجي والأخضر والجهاز بلعب البصمة وموجودة فيه الشاشة معلش ثانية من وقتك وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقية معلش ثانية من وقتك اعمل اشتراك لقناة مو بي سي احنا منتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده وبياخد وقته مجهود فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني ولكن هيفرق معنا جدا ويلا بينا نكمل طيب نتكلم عن مميزات الهاتف الشاشة هنا حقيقي ممتازة وهتقدم تجربة ممتازة في الفئة دي المعالج برضو ممتاز وقوي وجامد على السعر تصراح الكاميرا خلفية فيها تثبيت إلكتروني وبصري ودي حاجة ممتازة الصراحة طيب بالنسبة للعيوب الصراحة كنا نتمنى لو كانت الكاميرا السيلفي تكون اقوى او افضل من كده شوية ولكنها مش عايبة الصراحة وانا شايفها مناسبة على الفئة دي طيب بعد معرفنا كل حاجة عن مواصفات الهاتف وقبل ما نخش على المقارنة اللي هتكون في النهاية خلونا نعرف سعر الهاتف بس اخد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية دي اسعار احنا متوقعينها لان الجهاز لسه منزلش مصر ولا السعودية الاسعار دي لنسخة المتين ستة وخمسين جيجا مع اتناشر جيجا رام الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر متين واربعين دولار السعر متوقع في مصر خمستاشر الف جنيه السعر متوقع في السعودية الف ومائة ريال طيب كده كويس قوي ولكن لو انا الجهاز ده مش عاجبني ايه بقى المنافس بتاعه في نفس السعر هقولك عندنا هاتف الريلمي 12 بلاس 5 جي الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف الشاومي ريدمي نوت 14 برو 5 جي فانحنا نخش على مقارنة سريعة بين الجهازين ولكن قبل المقارنة احب اقولك ان احنا في القناة هنا عملنا مراجعة الهاتف الريلمي 12 بلاس 5 جي لو انت تحب تشوف المراجعة ده هتشوفها من اللقاء اللي هتظهر لك فوق دلوقتي اول حاجة هنقارن المعالجات وهنا معالج شاومي هو ميداتيك دي من سايتي 7300 ألترا ومعالج ريلمي هو ميداتيك دي من سايتي 7050 وهنا معالج شاومي بيتفوق بالنسبة للشاشات فالاتنين جاي انبي شاشة أمليد 120 هرتز معدل تحديث ولكن شاومي جودتها 1.5 كههر وريلمي جودتها فول اتش دي بلاص وهنا شاومي تتفوق شاومي بدعم شحن السريع بكوت 45 واط وريلمي بدعم شحن السريع 67 واط وهنا ريلمي تتفوق تعال دلوقتي نشوف فرق السعر ببان الجهازين بس خليك عارف ان سعر شاومي ده متعقع لانه لسه منزلش مصر سعر شاومي المتعقع نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام 15000 جنيه سعر رلمي في مصر ضمان دولي ضمان دولي يعني داخل عن طريق التجار مش عن طريق الوكيل الرسمي نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 13000 جنيه في نهاية الفيديو لو عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات ومستنى رأيك في هاتف شاومي ريدمي نوت 14 برو 5 جي اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل لايك الفيديو واشتراك للقناة